يعني يا ولاد ممكن ان احنا نستخدم برنامج تحرير الصور علشان نغير في الصور ونخلي شكلها احلى او نعدل فيها باحترافية فيه برامج غالية بيستخدموها مصممين الجرافيك والمصورين المحترفين زي ادوي فوتوشوب لكن فيه برامج تانية بتخليك تستخدم ادوات شبه الفوتوشوب كده بس ببلاش زي GIMB اللوجو بتاعه معينا في الصورة صفحة 34 البرنامج ده يا ولاد مفتوح المصدر يعني مجاني وممكن تستخدموه كمان على انظمة تشغيل مختلفة علشان تغير الصور زي ما انت عايز وبكده برنامج GIMB يعتبر اداة تقدر تستخدمها في العروض المختلفة زي العرض التقديمي او البرزنتيشن او الصور عامة يلا بينا نكمل كراءة في صفحة 35 بعض الامور التي يمكنك القيام بها باستخدام GIMB تحسين الصور تحسين الصور تسمح لك هذه الميزة بتحسين الصورة اللي جعلها اكثر جمالا فيمكنك ان تصحح الشوائب الواضحة على الصورة مثلاً ان كانت عين شخص ما في الصورة حمروين بسبب ضوء الكاميرا يمكنك اعادتهما الى لونهما الاصل او يمكنك جعل بشرته تبدو اكثر سلاسة او يمكنك تغيير لون معطفه ليبدو ساطعاً ويلفت الانظار حتى انه يمكنك استخدام هذه الميزة لتغيير خلفية الصورة ان كنت قد التقط الصورة في يوم غائم يمكنك ان تجعل السماء تبدو صافية تعالوا نشرح الجزء اللي قرأناه مع بعض ده احنا هنا يا ولاد عرفنا طرق مختلفة لاستخدام GIMB اول حاجة لو احنا عايزين نحسن الصورة علشان تبقى اجمل فممكن تصحح الحاجات الواضحة على الصورة زي مثلاً ساعات عيون الناس بتبقى حمرة في الصورة الاصلية علشان النور بتاع الكاميرا اللي هو الفلاش فممكن باستخدام برنامج GIMB نرجع لانين للون الاصلي بتاعه او ممكن كمان ان انت تخلي البشرة اكثر ثلاثة او تكون صافية جداً او تغير كمان لون الهدوم علشان تبقى واضحة وتلفت النظر في الصورة وممكن كمان انك تغير الخلفية الخاصة بالصورة فلو مثلاً انت اخدت الصورة في يوم السماء فيها رماضي وما فيهاش سحاب ممكن تخلي السماء في الصورة زرقة وصافية تعالوا كده نكمل كراءة دمج الصور يهدف دمج الصور الى جمع الصورتين لتبدوها صورة واحدة ما يفيدك فيه عرض فكرة شيء غير موجود بعد او فيه عرض ما قد يبدو عليها امر ما هنا عرفنا ان احنا ممكن نعمل حاجة اسمها دمج للصور لو مثلاً عايزين نجمع صورتين اتنين مع بعض علشان يبانوا كأنهم صورة واحدة دي بتكون مفيدة يا ولاد كمان لو انت عايز تعرض حاجة لسه مش موجودة اصلاً او عايز تشوف حتى الصورة ممكن يبقى شكلها ايه لو فيه حاجة حطناها فيها يعني مثلاً نفكر لو انت عايز تغير دي كور الصالة عندك فممكن ان انت تصور صورة للصالة وعايز تشتري كورسي من على الانترنت بس مش عارف شكله هيبقى عامل ازاي فتقدر تدمج الصورتين مع بعض علشان تتخيل شكل حاجة قبل ما لسه هتشتريها تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الان